رغم الصورة القاتمة التي تفرضها الأخبار المتعلقة بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا لكن دائما هناك ما يدعو للتفاؤل حيث شكلت حالة التضامن والتكاتف الشعبي صورة مضيئة وسط ظلام الكارثة بعد ساعات قليلة من وقوع الزلزال هرع الألاف من المواطنين الأتراك والمقيمين من مختلف الجنسيات للتبرع بالدم في طوابير طويلة بلا نهاية ما دفع المنظمين إلى طلب العودة في اليوم التالي بسبب كثافة الأعداد في اسطنبول انتشرت مراكز التبرع بالدم ونقاط تجميع التبرعات المالية والعينية حيث حددت السلطات التركية أن المواد المطلوبة هي الأغذية المعلبة والأغطية والملابس والأحذية الشطوية فضلا عن مولدات الكهرباء واستوانات الغاز مناطق تجمع العرب في اسطنبول شهدت حملات موسعة لجمع التبرعات لم تتخلف جالية عربية واحدة بالإضافة إلى طائرات مساعدات عربية حطت في مطارات تركيا فريق إغاثة سعودي وآخر قطري وعراقي بالإضافة إلى دعم فلسطيني وجزائري ومصري ولبناني ودول أخرى إسلامية مثل باكستان وماليزيا وأوزباكستان علاوة على دعم دول أوروبية الكارثة الإنسانية نادت الضمير الإنساني فهي تتعدى الحواجز السياسية والخلافات الهامشية كل عائق يجب أن يتلاشى في ظل هذا التقصي البارد وأكوام الركام التي تخبئ تحتها أطفالا ونسان ورجالا يأنون ويستغيثون لعل مشهد التضامن هذا يغسل شوائب الخلافات مستقبلا ويقدح في النفوس أهمية إلقاء طوق النجاة لكل من يعيش أهوال الكوارث والحروب شكرا